بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ دلوقتي في حل نموذج بالاختبار من نسبة الاستي 2 الخاص بالفيزيكس بارت 1 لا تستخدم الكالكوليتر عندما يحتاج إلى استخدام 10 ms² لإستخدام التقريب بسبب التقريب بسبب التقريب بارت 1 المترجم في هذه المساعدة كل تقريبية أو تقريبية تقريبية من أجل 5 أجل المساعدة أو تقريبية من أجل المساعدة ي選بون أجل بالتقريبية أجل المساعدة من أجل المساعدة أجل المساعدة يمكن أن يستخدم أكثر من حال أو يجب أجل المساعدة 1-4 استخدام ثم الجواب التقريبية حكيت بسبب بعض المساعدة لإضافة هذه المساعدة متقدمة هذا البيت بين اولنا ووق أو قبل قراءة الأسئلة، أحاول أن تظهر هذا الدياغرام الوحيد بين الوحيدة و الوقت في البداية، أحاول أن تظهر هذا الدياغرام أحاول أن تظهر هذا الدياغرام أحاول أن تظهر هذا الدياغرام بعد تظهر، تظهر الدياغرام لتصل إلى 0 في الوحيد بعد ذلك، تظهر الدياغرام تظهر الدياغرام لتصل إلى 0 بسبب الدياغرام الدياغرام كما تظهر الدياغرام لتظهر الدياغرام تظهر الدياغرام بسبب الدياغرام تظهر الدياغرام وتظهر الدياغرام وتظهر الدياغرام بعد ذلك، تظهر الدياغرام تظهر الدياغرام تظهر الدياغرام تظهر الدياغرام كثير منها وتظهر الدياغرام تظهر الدياغرام تظهر الدياغرام من المفترض بعد ذلك سيقوم بكثير من 100 المقرآن المفترض المفترض في المترجم الوقت المفترض 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 الوضع في الوقت 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 الوضع في الوقت الوضع في الوقت هذه الأولى الأسئلة الثانية استخدام الوضع الوضع لإعطاء الوضع الأسئلة ما هو الوضع الأسئلة ما هو الوضع الأسئلة مستخداماً من الوضع الوضع في الوضع في الوضع هنا 18V pot V 18V عراق السائل 5 Szنقال وصولات البشرة 5 Szنقال أولاب الوضع الوضع قابل مسئلة من المغدد لفر modern نفس الوضع في البداية، يجب أن نقوم بخصوص الوضع الوضع للغاية 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 والغاية هذه السيئة 3 plus 3 equals 6 ohm 10 plus 2 equals 12 ohm بعد ذلك، هذه السيئة و هذه السيئة مقارنة لذلك 1 over r equals 1 over 6 plus 1 over 12 12 plus 2 plus 1 equals 3 divided 12 so r equivalent 12 divided 3 equals 4 ohm بعد ذلك، أضع 4 ohm plus 2 ohm r equivalent for the circuit will be 4 plus 2 equals 6 ohm from ohm zero i V over r equivalent V 18 divided 6 3 ampere what is the voltage across the resistor r1 r1 connected series so the current is the same so the voltage here will be equal V1i times r1 3 times 2 will be 6 volt question from 7 to 9 use schematic diagrams below to answer the following questions the figures below depict five resistance diagram each individual's resistance r of s6 each resistance 6 which resistance combination has the greatest equivalent resistance go to diagrams and try to determine and calculate the equivalent resistance for each diagram 6 and 6 serious total 12 6 and 6 parallel 1 over 6 plus 1 over 6 2 over 6 6 over 2 equals 3 6 over 2 equals 3 ohm 6 6 6 6 6 6 6 1 over 6 or 3 over 6 i will be 2 you by this the equivalent for each one a will be 12 b b b 3 number c c 2 number d 6 6 6 12 serious and parallel with a with 6 1 over 12 plus 1 over 6 1 over 12 plus 2 over 12 3 over 12 3 over 12 number d will be 4 ohms 6 and this together parallel equal 9 e will be 9 ohms so the highest which resistance combination has the greatest equivalent number a which resistance combination has the least equivalent least equivalent number c which resistance combination has an equivalent resistance of 4 for number d this part 1 you